اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن خطاب السوداني وقضية الخلاف أو العداء الذي يبديه الإطار التنسيقي ضد السوداني والكلام اللي ضده وخلافات يتحدثون عن خلافات بين الطرفين وصلنا إلى نقطة هنا نتحدث بها عن ذلك الخطاب الذي ألقاه السوداني في الفترة التي كانت فيها الأزمة متصاعدة بينه وبين الإطار كما إعلامين طبعا كظاهرة صوتية موجودة وهذا الطرف يرد وهذا الطرف محللين ومعرف منه يطلعون بالتلفزيونات ويطلعون بالفضائيات يتحدثون هذا يدافعوا هذا والعالم يعني كأنها متفرغة هم يعتقدون لهذه الحوارات الفارغة الوصول إلى نتيجة يريدون أن يقنعوا الناس أنه محمد الشاع السوداني يريدون أن يقنعوا الشعب لكي يتبنى والحديث جرى خلال الفترة الماضية من أكثر من سنة أن هذا الرجل يختلف هذا الرجل الفتشي هذا الرجل ألدز النعام السمي قضايا كثيرة رجل الإصلاحات رجل البناء وإذا بنا بعد كل هذه السنوات يسوينا مجسرات سعرها ما تجاوز 2 مليار دولار هذا في أقصى الاحتمالات كل المجسرات اللي صارت واللي مسروق من أموال العراق ومنهوب ورايح في مشاريع وهمية وفي خراب ويدمار أكثر واردات العراق أكثر من 1500 مليار دولار تحدثونا عن مليارين مثل سرقة القرن سرقة القرن الأموال المبيوقة من العراق تجاوزت لتريليون دولار يتحدثونا عن مليارين هذه سرقة القرن والباقيات اللي باقى 4 مليارات اللي باقى 10 مليارات اللي باقى 15 مليار واللي معرف وين ومشاريع وهمية وكذب وين صارت هذه هذه مو سرقة القرن هذه لا تحكم بها نحن سرقة القرن وقال مدري منه زهير مدري شسمه وهذه القضية المهم نعود مرة أخرى إلى الخطاب الذي ألقاه السوداني قال إحنا صغنا مفهوم وتحدثت لكم بالحلقة الماضية قال إحنا صغنا مفهوم حكومة خدمات وعولياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح إضافة إلى ملف الأهم هو مكافحة الفزاد مستند إلى دعم القوى السياسية واتلاب دولة إدارة الدولة وعمل القوى الوطنية السياسية وهذه الوطنية طبعا يدخلوها بالنس ما عرف ليش ما لهم علاقة لا بالوطنية ولا بالوطن ولا بالقضية ولا حتى بالسياسة المهم هو يتحدث عن بطالة ملفات بطالة وفقر وخدمات وحتميات الإصلاح واقتصادي في الوقت اللي تتصاعد أزمة رواتب بلد انخفض بالنفط إلى 70 70 ما دون 70 70 دولار للبرميل وإذا بأزمة كبيرة تطل برأسها وكانت تتوقع والمتوقع أن تكون أسوأ العالم مقبل على ركوت كبير وكل الدراسات تشير إلى أن الركوت سيبدأ من أمريكا مثل ما حدث عام 929 وكساد كبير سيؤدي إلى كوارث اقتصادية كبيرة وهذا متوقع جدا جدا والنفط سيعني أسعارها ستنتهي بالتالي إحنا بلد طوال 21 سنة دمرنا الصناعة دمروا الصناعة دمروا الزراعة دمروا التجارة دمروا الكفاءة دمروا كل شيء تعليم كل شيء والبنى التحتية كلها دمرت وبقينا استخرج نفط بواسس الشركات الأجنبية بعقد التراخيص وتأخذ مبالغها الكبيرة جدا جدا من العائدات وما يعطونا الفلوس يذهب إلى رواتب الموظفين 82 مليار دولار أكثر 82 مليار دولار سنويا فقط الرواتب والباقي يذهب إلى الفسادهم والبلد من سيء إلى أسوأ يسوي أن محمد الشيعة السودان تجمز السر ويقول أن حلية القضية وراء من ثلاثة المجسرات هذه مدفيد والازدحام يبقى نفسه هو هكارثة وإذا تتكلم يقول يقول ضد الإصلاحات ودقولوا مرحبا يقول عشتيدك والله ليش تغل الرجال شنو ليش هو شنو يعني جاي السخرة نحن يعني يعني نسوي فضل علينا لهو موظف بالدولة موظف ورئيسه الزراع ووزير معرمقه موظف والدولة تطيراتي بموبلاش يشتغل فهذا شغلة إما يشتغل زينا وميشتغل زينا كلكم بتشتغلون زينا من 21 سنة في حد الآن من سيء إلى أسوأ عموما أزمة رواتب تقل برأسها السبعين دولار ما تكفي لأن يأخذون منعة فلوس الاستخراج ما للنفط هالشركات تأخذ منعتها وبالتالي ما يصف عدنا يمكن يجوز 55 دولار اللي برميل هو أقل ربما وبالتالي هذه تجمعها ما تكفي شهرية للرواتب إذن رح يستدينون الدين عالي جدا داخل والخارج عند العراق ومن يدينهم ما هي الضمانات شيني الضمانات فبالتالي انت مشكلة كبيرة تحدثون عن استثمار لا حاج يستثمر في بلد مؤامن بلد مؤامن والشركات كلها تجي بتزوه ويأخذون من عندها رشا ومشاريع وهمية وكذب تحقون على العالم فبالتالي ما حاج يستثمر إذن نحن مقبلين على كارثة كبيرة هاي وحدة طيب وين تحدث عن الفساد وإضافة إلى الملف الأهم ومكافعة الفساد أي فساد بالوقت اللي يتحدث بيع الفساد طلع رئيس هيئة النزاهة السابق ما دل الحالي تحدث عن يا سرقة قرن طلعت القضية غير شكية فقط هو تحدث عن حتى بيع بيع السكرة الحديدية مستسل السكرة الحديدية وكل اقتاراتها وكل امكانيات بـ 12 مليار بيع مناء الفاو أراضي بلبصرة غير ما المبالغ رهيبة ليتحدث عنه إن إذا تجمع من 40 مليار دولار. طيب وين المليار؟ وين سرقت القرن؟ وهكذا الفساد. طيب ماذا فعلتم؟ لم تفعلوا شيئاً. احنا ملتهيين قالت البلوغرات ومدري من حجة والمدري شنو القانون من المدري شنو القانون الجنسية معرفة شنو من الأحوال الشخصية بشمرهم بالعالم. ونتحدث عن هذا الموضوع. في حلقة أخرى. وهذه الكلام يحاولون يجرون الناس إلى قضية أخرى. وين الإصلاح هذا اللي حصل؟ إذا كان الفساد هكذا مستشري وما زال العراق في أعلى بالعكس اتفع مراتب في قائمة الدول الأكثر فسادة في العالم. قائمة الشفافية الدولية الشهرية اللي تصدر وتصدر سنوية أيضاً. في التحليل أنت أمام كارثة كبيرة في العراق. طيب والقضية الأخرى أنت تتحدث عن البطالة. الآن لدينا بطالة بين الشباب تتجاوز خمسة وستين بالمئة. وظاهروا الشباب خريجيين. المهنة الصحية حوالي سبعة خمسين ألف واحد وعينتوهم. طيب والآن تظاهرون تعديل الرواتب. حتى الموظفين اللي معينيهم انتو يتظاهرون تعديل سلم الرواتب. كلها فلوس إرادة له. ويستتظاهرون وسيخرجون للشوارع كل الخريجين. فتحت الكليات وخليتوها أهلية وخليتوها سوق يعني تجارية. كل واحد يفتح كلية أهلية وقضية تجارية وما تعرف من أمي. حتى كل التجار عندهم. حتى أبو المعرف منه. أبو الحلويات عنده جامعة. وما احترامي لأبو الحلويات. أبو الحلويات على راسنا. يصنع شيء يفيدنا ويفيد الناس ويؤنس الناس. لكن نتكلم على اختصاص. فبالتالي كل عدها جامعات والكلها تخرجوا. بما فيها كليات طبية. طيب هاي سنويا ثمانمائة ألف إلى إلى مليون عراق يدخلون إلى سوق العمل. ورح تودوهم. وأخيرا أعلن محمد الشيعة السوداني. أنه سياسات التعيين في القطاع الحكومي أمر لا يمكن أن يتحمله الدولة أبدا. خط أحمر. الله هو أكبر. ما هو خط أحمر من الزمان وكنت تعيينون. وصلتوها إلى ما أعرف شكرة ثمان ملايين ما تجدهم عينين. حتى تضمنون ولاء الشعب. طيب ضمنت ولاء الشعب هذه السنة والسنة القادمة. ورح تجي أجيال أخرى رح ترس. فبالتالي احنا أمام حالة. حالة يعني من الصعوبة تفهمها. هؤلاء كيف يفكرون. وبالتالي تتوصل إلى نتيجة. وهي الواقع الحال. هؤلاء لم يأتوا لبناء الدولة. هؤلاء ليسوا رجال دولة. وليس لهم علاقة بالدولة. هؤلاء جاءوا لكي يفسدوا. لكي يحصلوا على سلطة. وكراسي وسيارات ومواكب وحمايات وفلوس وطيارات وروح وسفر وقوط وأربقة. وجوازات دبلوماسية وجناسب غير دول وها هي. وفلوس. أكثر من هذا. أكثر من هذا ما عدتهم. واحد وعشرين سنة أثبتوا هذا الموضوع. وبالتالي احنا أمام كارثة كبيرة. والآن الذي يصورونا هناك صراع بين الإطار التنسيقي اللي هو إطار ميليشيا واللي جاء بالمحمد الشيعة السوداني والسوداني. هذه كذبة كبيرة. تجسس ومعرف منه. ورحوا يجيب وتجسس عليه. وليس يجسس عليكم ومنعدكم وفيكم. ليس يجسس عليكم. ما هالكذب. ما هالكذب. ما هالكذب. وما هالكذب اللعبة. ومدري شرف تكهب ومعرف منه. وهذا آخر فرصة إلا. وما يدخل لانتخابات أخرى. وما حاندي جدد له. والتالي. ما انتم اللي جبتم. اذا فشد فانتم الفاشلين. اذا كان فاشلا. فالفشل منكم. لان انتم جبتوه. وهو فاشل. مو ناجح. ولن يمكن ان ينجح احد منكم لانكم فاشلين. وكلكم جئتوا بمشروع لتدمير العراق. وليس ببناء العراق والنهوض العراق. فبالتالي. هذه الكذبة ما الصراعات بينهم. وبلك الشعب يتبنى محمد الشيعة السوداني وصير قريب من عنده. وهو ابن الشعب. وهو ابن حمولة. وابن اللي مطلع ابن الداخل. واكل ويانا طحين الحصار. اوفوها عب. عب هذا الكلام. هناك احزاب. هناك قوى. هناك فكر يحكمهم. هناك قوى خارجية تتحكم بهم. وهي من ترسم سياساتهم. والسوداني جزء من هذه. جزء من هذه المنظومة. ولم يأتي الى كرسي الحكم الا. لانه جزء من هذه المنظومة. وعده هذا لاحد يتحدث بغير مكان. لاحد يتحدث بغير شكل. لاحد يقول انه مستقل ويلاقيه ضد الميليشيات. في زمان الميليشيات توسعت وكبرت. وزادت. بزوانة طلعت قوانين ورواتب ومؤسسات ميليشياوية. كلها كلها تخدمها. علاقات الخارجية معرف ماذا علاقات الخارجية. الهراوة الامريكية هاي اللي خلت علاقات الخارجية. علاقات العراق الخارجية مع مع الاقليم ومع العرب ومع العالم كلها جيدة. وخدت الرفع الهراوة الامريكية وشوفوا. خل مليون سوداني خل يطلع لكم. وكلكم خدوا طلعون. راح تقدرون تحققون واحد. ماعرف بالمئة بالمليار. من علاقات طيبة مع الدول ابدا. بالهراوة الامريكية بالتهديد الامريكي. فتحوا صفارات ومتعاملوا اياكم ولا يدرون كلهم معكم مثل كبيركم. فبالتالي نحن امام كارثة الحقيقة. ولعبة كبيرة ويحاولون يضحكون على نفسهم بعد واحد عشرين سنة. يحاولون ان يضحكوا على الشعب والشعب ما ينضحك عليها. يكفي. وقت هذه الحلقة انتهى عزان المشاهدين. نترككم بخير والتقيكم في حلقتنا اخرى لذلك الحين استودعكم الله. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة